اشتركوا في القناة واوكرانيا سواء البلد دي او البلد دي فهتلاقي بالتأكيد هناك تبادل اقتصادي هناك تبادل فيه كثير من المجالات اللي بتؤثر في النهاية على الاقتصاد وبالتالي بتلجأ الدول في هذه الايام خصوصا كمان بعد ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه وامام كثير من العملات الاخرى الى الخطط البديلة والحقيقة انه الخطط البديلة ما بتبقاش بعيدة اوي عن ما بدأ به الانسان دائما وهو الزراعة علشان كده الزراعة دائما هي سبيل الامثل علشان نتخطى الازمة ونعبر الازمة بسلام وهذا ما ادركته الدولة المصرية قبل حدوث الازمة وبالتالي عندنا كثير من الاجراءات والاجراءات دي خاصة بالمحاصيل الاستراتيجية في المقام الاول زي الامح زي الرز زي الخضر اللي بيعتمد عليها المواطن النصري بشكل يومي وكثير من هذه السلع الاستراتيجية التي تصل الى يد المواطن بشكل مباشر في ارتفاع في اسعار السلع طبعا في ارتفاع في اسعار السلع ملموس للمواطن النصري واحنا دخلين على شهر رمضان المبارك وبالتالي يعني تزليل العقبات قدر الامكان من الدولة ومن الجهات المعنية بخصوص السلع التي تصل الى المستهلك والمواطن المصري هي الاولوية الاولى في هذه الايام ولكن خلينا النهاردة نتناول الموضوع بشكل مختلف شوية وهنتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الاستراتيجية اللي بيعتمد عليها المواطن لو هنتكلم عن المحصول الاول صاحب الازمة العليا هو محصول الامح وطبعا محصول الارز من المحاصيل التي تليها اهمية استراتيجية وكثير من المحاصيل الخضر وهنتكلم النهاردة عن محاصيل الخضر الخاصة بالصيف او المحاصيل الصيفية اشتركوا في القناة